في عملية امنية للجيش الليبي بمدينة درنة القي القبض على المتشدد المصري هشام عشماوي وهو ضابط ساعقة سابق في الجيش المصري وحيل الى المحكمة العسكرية لاتهامه بالتحريض ضد القوات المسلحة فصل من الجيش عام 2011 وانضم عام 2012 لجماعة انصار بيت المقدس الموالية لتنظيم داعش وفقا لمسؤولين امنيين بات اسم هشام عشماوي مرتبطا بعمليات ارهابية كبرى منها محاولة اغتيال وزير الداخلية الاسبق محمد ابراهيم بالنسبة لالقاء القبض على الارهاب هشام العشماوي دا احد الذين خانوا مصر انه تخلى عن وطنياته قام بارتكاب عدة اعمال ارهابية داخل مصر خاصة في المنطقة الغربية القي القبض عليه والان سيعود الى مصر لمواجهته بالجرائم التي ارتكبها وصدر ضد حكم غيابي بالاعدام ان شاء الله سينفذ بعد ان يواجه بهذه الاتهامات القبض على المتشدد هشام عشماوي في ليبيا تزامن مع نجاح الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة في قتل اثنين وخمسين تكفيريا شديد الخطورة خلال الايام الماضية وبحوزاتهم زخائر واحزمة ناسفة واجهزة اتصالات فضلا عن ضبط طائرة بدون طيار لمراقبة القوات في شمال ووسط سيناء القوات المسلحة بفضل كفائتها واستعدادها القتالي مع الشرطة بتمشت يوميا جميع الاراضي الموجودة في سيناء طبعا بيبقى في خلايا نيمة او عمليات مفاجئة ولكن الجيش بيبادر بعملات استباقية حتى يحدث الخسائر زي ما احنا شايفين واكيد في انفاء بيتصرب منها هؤلاء الارهابيين اطلقت مصر العملية الشاملة سيناء 2018 في فبراير الماضي للقضاء على المتشددين الموالين لتنظيم داعش الذين شنوا هجمات خلال السنوات القليلة الماضية اسفرت عن مقتل المئات من قوات الامن والمدنيين ويتركز هؤلاء في سيناء وعلى الحدود الغربية بين مصر وليبيا في الوقت الذي القي فيه القبض على المتشدد المصري هشام عشماوي في ليبيا ينفذ الجيش المصري عملية امنية موسعة في شبه جزيرة سيناء ما يعني ان خطر الارهاب ممتد داخل مصر وخارجها مستقب عبدالله سجدين العربية القاهرة